السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا لهذه الليلة سنخصصه للحديث عن مشكلة البطالة مشكلة البطالة والأثار المترتبة عن هذه البطالة نبحث وإياكم عن أسباب هذا المشكل وما هي الحلول المقترحة البطالة هي مشكلة كبيرة وعويصة تؤرق نفسية الكثير منها البطالة مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية ومشكلة سياسية تعاني منها الكثير من الدول خصوصا الدول النامية وحتى المتقدمة هذه البطالة تختلف الحجم ديالها من دولة إلى أخرى هناك دول تعاني من شدة البطالة وهناك من تعاني بحالة متوسطة أو دنيا حسب المخططات الاقتصادية لكل دولة ومدى توفرها على فرص العمل لمواطنها لكن الدراسات تشير بأن هناك الملايين من العاطلين عن العمل في أرجاء العالم في كل دول معمور هناك بطالة نحن نتكلم عن البطالة من الناحية في الوطن ديالنا المغربي كيف يمكن أن نتجاوز هذه المعضلة التعريف ديال البطالة من خلال المنظمة العمل الدولية يقولك بأن كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبل المستوى الأجر السائد لكن مع ذلك بدون جدوى هذا هو العاطل العاطل هو كل واحد قادر على العمل عنده السمع والبصار وعنده الفكر وعنده الإرادة وعنده رغبة في البحث عن العمل ويبحث يطرق الأبواب وكي يتعرض للامتحانة وقابل باش مقسم الله ولو يكون واحد العمل على قد الحال الأجر متدنية ومع ذلك لا يكاد يجهد هذا العمل هذا التعريف اللي وضعته منظمة العمل الدولية الغرض منه هو تقلس الرقم الحقيقي للعاطلين لأن العاطل هو عنده قدر على العمل ويرغب في العمل ويبحث عنه فالتلاميذ مثلا ما كيتسموش عاطلين والطلبة كذلك لا يسمون عاطلين لأنهم في مشوار التحصيل العلمي كذلك المتقاعدين هدوك سلو العمل وانتهوا من مهمتهم لا يسمون عاطلين كذلك المسنين ما بقوش قادر على الانتاج لا يسمون عاطلين كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة لعندهم إعاقة كبيرة سمعية أو بصرية أو حركية أو ذهنية ما يقدرش يخدم لا يسمى عاطلا وكذلك مجموعة من الأشخاص اللي عندهم غينة عن العمل ما باش يخدم لا باس عليه عنده واحد الورد كي يعيش منه كي يعيش برع به لا يبحث عن عمل لا يسمى عاطل فالعاطل هو كل واحد قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه وقابل بأي أجر ولكن دون جدوى هذه البطالة أيها الأحبة الكرام المختصين تقسموها إلى قسمين هناك البطالة الظاهرة البطالة الظاهرة يعني كتخص الأفراد الذين لا يجدون فرص العمل تتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم اللي يتوفرون عليها قد قايا إنسان عنده الليسونس ولا عنده الماستر ولا عنده الدكتوراه وعنده واحد تقصصات غريبة ودقيقة وعلمية وجدية ولكن لا يجد العمل مناسب عنده خبرة في الماركوتين عنده خبرة في المناجمنت عنده خبرة في الطب عنده خبرة في القانون عنده خبرة في الإعلام لكن ما لقاش عمل مناسب اللي تكون ديالو هو تكون في الطيران وولقى عمل آخر في قطع آخر بسيط جدا هدك تسمى البطالة الظاهرة وهدك يعني منها مجموعة ديال الشباب والديه تعبو وشقاو وخلصوا عليه أموال طائلة وكانك يقلب على ديزيكول سيبيريير اللي غد يقرأ فيها تعليم عالي جيد ولكن من اللي خرج القادة العمل لا يتناسب مع ما هو متوفر في سوق العمل هدك تسمى البطالة الظاهرة وهناك البطالة المقنعة وهو أن إنسان كي يرضى يخدم بشيء مكان فيتم تعينه في قطع معين عمل اللي ممكن يقوم به واحد كي يقوم به ربعة وخمسة كد القوم يتناوبون على كرسي واحد هذا العمل كي يقوم به الإنسان بشكل روتيني وتعطى إليه مهام هامشية هذا يلاحظ في الكثير من القطاعات خصوصا في القطاع العمومي لما تسند لبعض الموظفين مهام روتينية هامشية ما فيها لا خلق ولا إبداع ولا ابتكار المهم رأي خدم رأي خدمه عنده كرسي وكي يتخلص وهذاك العمل رأي ممكن يقوم به واحد هما مجموعنا لي خمسة وستة هذاك تسمى بطالة مقنعة وتؤثر كثيرا على المجتمع هذا البطالة بهذا المنظر رولت عائق خطير أمام الدولة بل أصبحت سببا في تهديد استقرار الأمن وسلامة العديد من الدول بل مهددة حتى لاستقرار بعض الحكومات لأنها كيوقع التزايد النمو السكاني وكيوقع الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك وكيبقى دائرة الفقر تتوسع إذا تسألنا شنين الأسباب ديالهد البطالة الأسباب هي كثيرة ومتعددة الأسباب منها ما عنده علاقة بسوق العمل حيث أن الخريجين اللي كيتعلموا وكيتكونوا في قطاعات معينة كيكون عددهم كبير كل سنة كيتخرجوا الألف دي الخريجين في الاقتصاد في القانون في الآذاب في العلوم في التقنيات ولكن سوق العمل يالله كيوضع لنا فرص عمل محدودة كيوضع لنا فرص العمل بالعشرات أو بالمئات وحنا عندنا الخريجين بالألف هذا طبيعي ما يكونش واحد تكافؤ ما بين العرض والطلب ثم كنلقوا بعض الجهات تقوموا باستقبال العمال الوافدة يعني ومن خدموا لد البلاد كنجيبوا واحد الخبراء أجانب إما خبراء بالعقل ديالهم كنجيبوا من أوروبا مثلا عندهم واحد الأفكار جد متطورة نجيبوهم ما يسيروا لنا بعض القطاعات ونخلصهم مزيلا وإما كنجيبوا عمالة وفدة من اليد العاملة نجيبوها من دول أفكار منا كتخدم عندنا في البيوت كتخدم في الأشغال اليدوية وكتخلص بوحدة من زهيد وكيبقى أولاد البلاد كيدوروا في حلقة مفرغة ثم كنلقوا سبب آخر وهو أن المستوى ديال التعليم ربما قد يكون في بعض المجالات متدني فحينما واحد المسؤول كبير عنده شركة أو عنده قطع ضخم وبغير خدامة بغير يخدمه وكي يقول لك شو كل يجا عندي هذا كل يجا وبغير يخدمه عندهم فعلا الشهادة الحاصلة عليها بأن الشهادة عليا ولكن تكوين دياله هش تكوين دياله بسيطة لا يستطيع أن يواكب سوق العمل فتجده دائما رب العمل لا يقبل هؤلاء الشباب اللي عندهم شواهد علمية وإما أن الأساليب والطرق ديال العمل في بعض المشروعات كتلقاها أساليب متخلفة وهي نفسها لا تريد أن تخلق لنا فرصا جديدة للعمل كتلقى بعض أرباب العمل كي يعتمدون للطرق ليقديمة واللي هي ضيقة المهم كي يبقى دائما يدور في حلقة محدودة حتى لا يبتكر مشروعات جديدة تخلق لنا فرص جديدة للعمل ثم كالقوا بعض المرات الموارد الاقتصادية في بعض الدول شيحيحة ولكن الموارد الاقتصادية شيحيحة ركي أدي ذلك إلى العج الاقتصادي وهذا كي أدي بدوره إلى ركود فرص العمل والندرة دي الفرص العمل الأسباب هي كثيرة ومتعددة ولستمرت هكذا فإنها تهدد أمن وسلامة واستقرار للحياة والمجتمع إذا تسألنا أشناه الآطار دي الهد البطالة شينا عن بعض النس لهما كي يعانيوا بالبطالة وسونا معا كتب باش كتشعروا أول قضية كي شعروا بها هي كن قطاعات عنده امتفكك الأسري كتلقى رب العمل مخدمش عنده زوجة عنده لدات وعنده عائلة وكي نتكاليف مادية ملقات على عاتقه ولا يستطيع أن ينفق هناك تبدأ الخلافات بين أفراد الأسرة وكي يبدأ الصراع وكي يبدأ العنف تجاه الأبناء والزوجة ومن تم يؤدي إلى الطلاق ثم تفكك الأسرة فمجموعة من ظواهر دي التفكك الأسري سببها البطالة الراجل ما خدمش والمرأة ما عرفش تخدم والولد بقين صغار والفقر غادي يكون سببا في تفكك استقرار هذه العائلة مباشرة هذو الأطفال الصغار من لك يعنوا ضحية أسرة مفككة كيكونهم مطالبين ليخرجوا من الدراسة صعب عليهم أنهم يواكبوا الدراسة والتعليم والتحصيل فكتلقى أطفال صغار كيمشيوا قلبوا على خدمة يندفعون إلى سوق العمل في سن مبكرة ثم كتلقاهم يحرمون من نعمة التعليم والتكوين وكيعدوا أطفال مهيئين لأي شيء معين قد يطرأوا في المستقبل بعد هذا يلقوا مجموعة ظواهر اللي هي نفسية وخلقية ستبدأ تظهر في المجتمع فهناك الإضطراب النفسي هناك الفراغ اللي سيشعر به إنسان العاطل ومن ثم تظهر لنا مجموعة الظواهر أولها الصرقة الصرقة والنشل اللي هي بأرقام مزعجة السببب ديلا هو الفقر والسبب ديلا هو البطالة ما اخدامش فيضطروا لسد حاجيته لنخصوا يأكل خصوا يشرب فكيمشي يقلب على أي طريقة من طرق الصرقة هذي لكان إنسان دري صغير وإلا كان كبير وعنده شوية دل دماغ را كيمشي يقلب على النصب والاحتيال كينصب وكيحتال على ناس أبرياء وكيدلهم رزقهم وإلا كان إنسان عنده قدرة أخرى في الفكر دياله را كيمشي للغش والتزوير وربما للرشوة وغير هذا والبعض الآخر ربما قد يذهبوا إلى المخدرات لأن طريقة سهلة في كسب العيش مدام المجتمع رفضه إلا هو غد يمشي المخدرات فكلقوا وحد المجموعة كبيرة من شبابنا كيمشي المخدر هو كاره إلا قلستي معه وسولته وشي تعرف بأن هذا المخدر حرام ورزقه حرام وأكله حرام وصدقته حرام كي يقول لك عارف وكي بدي يبكي ولكن قال لك راني ملقاش في نخدم راني هكذا الفقر المدكع من هم من يذهب إلى إنحرف أخلاقي يبيع جسمه يبيع لحمه يبيع نفسه من أجل لقمة العيش كي البعض لما يبغيش يبيع اللحم دياله كي يقول لك لاش علي وعلى أعدائي فيتطور إلى مجرم خطير فنكلقوا المعدل ديالي جريمة من بين الأهم الأسباب اللي كتكون هي أن الإنسان عاطل ما كيش الخدمة يقلب على خدمة ما لقاهاش إذا كي يقول شكو السبب المجتمع شكو السبب النظام شكو السبب الدوائر الغنية الذات اللي نرزقنا فكي يبدأ يفكر هكذا بهذه المنطق ثم يتحول إلى مجرم والدراسات بيّنت بأن الدول اللي هي غنية قد تلقى نسبة الجريمة فيها محدودة تقريبا واحد في المئة ولكن الدول اللي فيها الفقر وفيها البطالة فكي تلقى بأن نسبة الجريمة مرتفعة تتجاوز خمسة وعشرين في المئة لأن الفقراء ميّلون يجنحون إلى الجريمة إلا من رحم ربك تعالى ثم يلقى الأخطر من الجريمة وهي أن واحد المجموعة من العطيرين عن العمل من اللي يدقوا طعم الفقر فكي بدأ يطرحوا أفكار غريبة إما كيمشي للإلحاد أنه كيكفر بالمجتمع وكيكفر بالدين وكيكفر بالحياة وكيصبح بأنه لأنه عنده فراغ فراغ زمني وعقلي كتلقى مهيّ لتقبل أفكار الإلحادية بسهولة وكتلقى وحد العداد يد الشباب ولا ملحد كتلقى شباب تجلس معه يا ما جلست مع بعض الشباب كتلقى بأنك يقول لك الله تعالى غير موجود لو كان موجود لما كان هذا الظلم وهذا التهميش وهذا الإقصاء في المجتمع البعض يقول لك يتهم القيم الدينية بالركود وبأنها أصبحت متجاوزة فإما أنه يمشي للإلحاد وإما أنه يذهب نحو التطرف كتلقى متدين جدا جدا كيقول لك لابد من تغيير المنكر هو كيصور له الدين ديالو أين هو المنكر فكي يتصور تصورات أن المنكر هنا وهنا فيبدأ في تغييره ومن ثم تبدأ الفوضى وتبدأ الجريم المنظمة ويبدأ الخطر يهدد أمن وسلامة المجتمع الظواهر هي كثيرة وكثيرة على المستوى النفسي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى الخلقي وعلى جميع المستويات وحتى على المستوى الاقتصادي لأن كل المكانة البطالة رغض يؤدي ذلك إلى تضخم ظاهرة أن الناس إما كيتكدس في وظائف ديالوظفة العمومية كتلقى لك بعض الإدارات كتقوم بأعمال بسيطة وفي تكدس ديال الموظفين وإما هناك شباب يقلب على أنشطة هامشية فراشات يبيع الدتاي يقلب على أي حاجة هامشية وإما أن ذلك يؤدي إلى آتر اقتصادي معروفة من اللي يكون الفقارة راك ينخافض القوة الشرائية للأفراد الناس كي يحلوا محلة تجارية ما كي يلابيع لا شرع أشعي شري هو ما عنده والو عنده خمسين درهم في النهار لكسبها وكيفاش بغيت الدورة الشرائية والتجارية تدور انخفاض القوة الشرائية للأفراد راك يؤدي إلى ركود اقتصادي ثم تثاقم ظاهرة الركود التدخمي ثم حرمان الاقتصاد القومي من مساهمات كبيرة وده كله يؤدي إلى نهيار الاقتصاد أما على المستوى السياسي فمعروف بأن إلى اقترط البطالة خصوصا في صفوف الشباب كيكون هناك ضعف المشاركة السياسية إذا سووا تدباء الشباب لانتخابة المقبلة أعلى من غير تصوت غير يقول لك بارك علي كل عام يقول لنا شاركو وغني القول غير يقول المستقبل أكتر بسامة أكتر إشراق يقول لك ما بقى ما بقى على من نشارك فكتلقى ضعف المشاركة السياسية في المجتمعات التي تنتشر فيها البطالة بل وقد يتطور إلى ضعف الانتماء للوطن إنسان يريد حرق يريد حويل البلاد هذا خطير كفر بالمبادئ وكفر بالمقومات أخطر من كل هذا هو واحد يبقى معك في البلاد ولكنه متطرف وعنيف ويريد أن يخرب ويدمر ويحرق بل ويقتل ويدبح ويتلدد بهذا الصنع هذا الأمر ره مخيف ولابد للعقلاء ولابد للصالحين والمصلحين أن يضعوا اليد في اليد من أجل أننا نجد حلول مناسبة حقيقة أن الله تعالى يتنزى في ملكه وقادر بأن يحل هذه المشكلة بكلمة وحدة كن فيكون ولكن الله تعالى فوق الأرض جعلن نحن نحن البشر جعلن نحن مسؤولون عن أعمالنا وناظر كيف تصنعون فلابد أن نشغل الطاقة العقلية التي وهبها لنا الله إياها ووهبنا من الأفكار التي ينبغي أن نتناصح من أجل أن نجد الحلول المناسبة الحلول هي كثيرة ومتعددة الأول شيء لا بد في الجانب الدراسي نوفر عمل للخريجين وقبل أن نوفر لهم عمل للخريجين لا بد أننا نحاول تكون المناهج الدراسية تكون قريبة لحاجيات سوق الشغل أننا نؤهل الخريجين سواء في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي أو التعليم العالي يتم تأهيل الخريجين للشباب بش يقدر يدخل ويالج إلى سوق العمل بتخصصات مختلفة يقدر أي تقافة قرهة يلقى سوق العمل محتاجة إليها تخصصات مهنية التي يعزف عنها الكثم الشباب كان الشباب بغي كل واحد بغي يعد مدير من الأول بغي يعد باترون من الأول ولكنك سكلاب بودت دوز في مراحل ديال الكرفي ديال التعب ديال الشقاء عادك ساعة تفهم المنظومة ككل وممكن ترتقي أنا ذاك ببساطة لابد أننا من الحلول الدولة والحكومة تقوم بتوفير مناخ اقتصادي يكون ملائم وتنشيط المناخ الاقتصادي وتطوير أساليب وطرق العمل وخلق فرص عمل جديدة مدام أن هناك متقعدين كي يخرجوا من العمل خاصة لابد توفير فرص عمل جديدة للشباب ثم لابد من الاجتهاد في إقامة مشاريع كبيرة تحتاج إلى اليد العاملة هناك شباب بالوفرة عندهم أيد عاملة بغي يخدم لكن تلقوا بعد المشاريع يستخدموا الآلات ودى الآلات ممكن آلة وحدة تقوم بوظيفة تغنيك عن خمسين ستين عامل فمما يؤدي إلى تسريح الأيد العاملة وكي تبقى لدى عاملة عاطلة والآلات هي اللي خدمة وخاءة تكنولوجيا متطورة نافعة ولكن بالمقابل را كل فرص عمل را كتساهم في تكوين أسرة ما اللي يخدم ذاك العامل را كيتزوج ورا كي ينشط الحياة الاقتصادية ورا كي يكون أسرة وكي يولد وليدات وكي يقررهم وكي يطببهم وكي يعلمهم ويطعمهم را هو كذلك دورة اقتصادية أما الآلة را كتخدم وكتوفر لك الفلوس ولكنها ما كتستهلكش فيما بعد وما كتدورش لك الحركة الاقتصادية لابد بش يقن هناك واحد المحاربة للبطالة أننا ننظم استخدام العمل الوافدة الناس اللي يجو من بر يخدموا عندنا مرحبا بهم ولكن دائما ولد البلاد عندهم واحد المقام آخر العقول النيرة نحن كتهاجر شادي الشباب عندهم مهندسين وأطباء وعندهم تخصصات دقيقة علمية في الرياضيات والفيزياء وغيرها يذهبون خارج أرض الوطن وكان قلبوا وحنا على وحدين أخرين اللي عندهم الفكر وحنا عدنا العقول الدهبية فلابد أن نستثمر عقول أبنائنا وننظم هذا العمل الوافدة حتى الأياد العاملة اللي كتجي من براء لابد الآن الخادمات الناس كي قلبوا على الفلبين باش تعلم اللغة الإنجليزية أفريقي كي يعلم اللغة الفرنسية في البيت كي يقلب على وحد المجموعة للأشياء لابد أن ننظم العمالة الوافدة ثم يكون هناك تعاون حقيقي ما بين القطع العام والقطع الخاص يكون لأن كل دولة واحدة رغم أن هناك قطع عام وخاص فنحن أبين أم أحببنا في مركب واحد لابد أن يكون هناك تعاون ولابد أن يكون هناك الشهاد في توفير فرص عمل مختلفة للشباب ثم لا ننسى بأن العمل في حددته عبادة لو ربينا أبناءنا وربينا نشأنا على أن العمل في حددته عبادة وأن رب العزة جل جلاله أمرنا بأن نعمل على قدر ما نستطيع هو اللي قالنا سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور الأرض جعل الله ذلول إلى التحرمت من الرزق هنا قلب عليه له أسل له رأى الأرض ذلول ذليلة مطواع فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور الله سبحانه وتعالى طلب من العمل في كل وقت وحين حتى كانوا المجاهدين يجاهدوا يقولوا ولكن وحد في أخص ومشوا يخدموا رغم العبادة وحنا كي يعبدوا لا وحد فئة بشي تخدم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لا بد الآخرون يبتغون من فضل الله ولكي بشي يخدم على ولداته بعرق جبينه هذاك رفع عبادة وفطاعة بحالوا بحال العابد بحالوا بحال الصائم بحالوا بحال القائم بحالوا بحال المجاهد وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله لكي ينفقوا على أهلهم وذويهم أيها الأحبة الكرام لا شك أن مشكل البطالة مشكل يؤرق الكثير من الأسر والكثير من الأفراد والكثير من الدوائر بغيناكم جميعا نفتح النقاش حول هذا الموضوع تجاربكم الحياتية مع البطالة عندكم واحد شابة تخرج قراء تكون بقي ملقاش الخدمة حكيونا عن المعاناة ديركم ولكنوا شوحين تبارك الله أعطاهم الله الفهم وعطاهم النور للإلهام يخبرونا ولا يبخلوا علينا بالنصائح والتوجيهات كيف يمكن أن نجد الحلول المناسبة لشبابنا وأبنائنا من البطالة كيف يمكن أن نوفر فرص عمل جديدة ومتجددة كيف يمكن أن نخلق الاكتفاء الاقتصادي لكل أفراد المجتمع أرقامنا أيها الأحبة الكرام مفتوحة في وجه الجميع وهي 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع هذا الفاصل ثم نواصل فابقوا معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل مكالماتكم نبدأها من إقليم بن ملال لا مع للا زهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته اتأكد من بعد ان البنية ديالها قالت كلام اخر وخل الناس عندهم واحد البلبلة في افكارهم دبنتي الام وربما غتاءت كوني انا الام ديالها ولاني هذا السيد بحل حقر عليها وعليها انا ما عديش راجل ميت ايه؟ في عشرين عام هاده بش ميت ايه؟ وحقر عليهم اللي كانت عنده وكمل ذلك هو ليني ديما انت نقول له صبري 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 ديما انت بشي تنصيبه مسقطة تنصيبه ديما في واحد الحالة ما تشاف ربيه وقل لي مطالع ديلا هيد الله مشي تن مشي تن بغنا هدار معاه لبه لا هدارت معاه ولقلت غير شي حاجتي هزة والجبال جال الدار اقول المرة ارى مشي هدي اقول المرة باش باش دير له هاد الحالة اقول المرة ومسوقتنا ومهرسينا مرجلها ودوها الصباطة وجابوها الدار وملي سقتنا الخبار ومشيت غير بغيتنا هدار معاه هدارت غير معا اممو قلت لي حشو معليه يديروا له كوي لما سوقتها قوي سوقت اخوه وهز الغد هز زوجة بها اللي جاب الحواج ولا حال ديه في الباب ومشى قلها قلست خمستاشر يوم ويتين عندي بلقتت عراج برجلها وفي حالة متشوش فيها كلها زرقه وباش يشد علي يالله انا منزيتش علي تنتمنى يكونوا سمعه كاملي وعقب خوه عقب خوه جال عندنا وردها من اللي يجام قلنا لي تشي حاجة قلنا علوجه هادة البنيات كانوا عدها بقى عدها غير ثلاثة بقى مزادش الدرية صغيرة وردها ومن اللي لحقت للدار قال ليش كلي جابك انا ما بغيتكش يكديتك ولحكك ليش جيتي وقات لي خليني نصبر على ابنياتي وقات لي كديت الليلة اعطاني العصاء وقال لي يا من اللي جيتي وجابك خوتي منك الخوتي انا رو انا ما نعرفكش ديري اني ما كينش لو بغيت تقلسي على ابناتك قلسي بحل خدامك تلي خلينا غير على ابنياتك جيدة حيل الله وذيك السعاد قل على ابنياتها كاملي انت وحدة ما جابتها معا تدرية ما جابتها وقعدت مسكينة وقاسات تاني وبقات صابرة تزادت بك البنيات الصغيرة وقال لي زادت بقات تاني كل مرة فيما بشيتان العدها نصبها مسوقتان مسوقتان تنقول له صبري ابنيتي على ابنياتك صبري على ابنياتك وملي تنمشيوا عدها تنشوفوها غان نمشي وحنا يقول له عائلتك ما تجيش الحال من مرة غير تنمشيوا ونهار لين عقبوا عدها تقول لي يحكون عاما جيتوش تشوفو نيراتي يصوتني لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا يزد شي حاجة عليه راز تعلن سيوانا ضالة سيمة ورميين فعناش هنا لا لا زهراء إلا سووناك للا زهراء إلا سووناك بغينا رجعوا لك للوراء هاد سيد هذا بواء القلق ديالو من هاد من المراتو أنك تقول ليه لبنات النهار اللول كيفش تحرف عليها النهار اللول فاش يخطبها وضق الباب وخلى جميع ابنت الناس وقصدها هي الزواج كان راغب فيها كان باغيها أشنا هو اللي يغيروا شنا هو اللي يبدلوا للا زهراء الله أعلم الله أعلم أنه قرر ما كان في حالوش كان بحالنا بحالو قحنا فقارات إحت الله كان ما في حالوش ملي ولا لابس عليه ولا احنا ديرنا بحال الحاشرة حاشرة وبنتينا ديرها دبانة وحشا وجوهكم وقرم الله وجوهكم ووجوه السامعين كاملين لا حوله ولا قوة إلا بالله ديرها دبانة وديرها حاشرة أنا تنمشي وتنقلس عدة وتنشوف شي حويش يضروني فخار وتنجي مريدة من عدها وتنبغاني هدرت تقول لي يا راق غير تقولي شي كل مرة غير تمشي ويعطيني العساس كتيمة تقول لي تا حاجة وأنا مرادة ونجي ونقعد ثانعية ونمشي وسباب هاد الحرقة اللي حرقها ديرها شي نضادر العين جي بشيت ندقوز وأنا نقول غادية نترق نشوف بنتيون ونتغدى عدها ونقلس نشوفه ورجع من اللي مشيت قلست حلت لي حلو لي يا بصوني طلعت الدار اللي تحتين يا كينا مرتوق دخلتني قلت لي يا أجي قلسي هنا يا بلا ما اتطلعي باللاتي قلست معاه شي نفت ساعة وأنا قلست معاه لتحت ما قلت لي يا تحاجة وبنتي محروقها الفوق لا حوله ولا قوة الأبي من اللي قلست معاه تنقول لا كدي قلت لي يا كل شي لا بس طلعت في الدروج تنصيبها نورة بنتي تنصيبها عن الباب وبون جاو معنطاوم اليو حتلت أيام ويام حروقها ترش همتختها وظهرها وعينها كلها زرقا غير شفتها في ولي تنغوط وتنبكي غير ببحدي في الدار طلعت مرتوقت لي يا الخير اللي تديري فيها عاية الراجلك مهدار معاه علاج دار هاد الحالين هاد درجة شنو اللي دارت لي يبقات لي على عثيرة حرقة بيها لا حوله ولا قوة اللي عايتت لي يوم الجمعة يوم الجمعة ووقف الجامعة وماللي عايتت لي قلس التحت في الدار التحتانية 13 الدار التحتانية قلس هقا وانا نقول لا اختي عايتي لي عايتي لي نسمعوا كلام هون نسمعوا كلام هون ما عيرت وما قلت لي شيء كلمو وانا تنتمني يكونوا يسمعوا فجاء باش يعرفوني لا كدب ترى عربي وقولي فوقي نسمعوا كلامه هجون سمعوا كلامه هقا وقللي قلت لي قلت لي يرا قلت ليك طلع جاني للدرجة وقال لي يا شو بغيتي عايش بغيتي شجابك عالدينا عليك الوالدين خرجي بعدي مني ولا حني ثلاثة المرات وقويتي لهو حني في الدروش ثلاثة المرات وقويتي جمني على وجه وانا سنقولي خليني غار نهدر معاك خليني غار نهدر عنا بنتي لدي رسيني ذيك الحالة شنو اللي بقلت ليك قل يا خرجي بعدي مني ديها ديها قد فكيني ديها بعدي مني ديها حاشا وجوكم كل بتك ديها وبعدي مني وبقي التاني وعيط الخو الكبير ما كبير لالله وقراء كين هنا في صخصد وعيت لي وقلت لي اشوف اخوك اشنو داروجة وطي هضر معاوتي يتهدد علي قداموتي يقول لي خرجي بعدي حرام ولدي حرام علي ما تبقى عدي خرج بيها وبعدي مني غد فقيني بديها وشنو السبب اللي خلي هذا الراجل يعد عنيف ويتبدل بالتغيير الجدري الله اعلم الله اعلم اللي اهوكا من بدك ادراء مرسو الله اعلم الهوكا شي حازا الله اعلم مهم بعده ما بقاش تيقشع فيك يدر يجيع بغي يخرجها ما بغيش يخليها فالدار اي حاجه يدره لأ لا اصاببك يدير له واخد شعل غرب ولا يطلع ليه واخد شعل غرب ولا يقول لطفية وانا تنجلس عدو سيماء انا تنجلس تنصرتك شي في قلبي واخا ما باغنوش وتنقلس بزنو نشوف ديات المرض اللي دا ونقول لها نور اشاد شي نور اشاد شي ونقول لها صبر على ابنياتك راعدك البنيات ما عدكش كيفاش تديري اليوم حول ولا قوتي ديات وشوية هبطني مع الدراج لاحني وشوية هبطني البر تحتاني وثورت علي الدفراشي نص ساعة وقوم ثورت اليوتي تهدد علي وطايد رفيا يقول لي يا خرج بعدي مني خرج اديها وبعدي مني اديها وبعدي مني حول ولا قوتي ديات وطاني واقودني مع الدراج لاحني وحبطنا ثلثة وشوية دار الكاميرا قال لي ما ايجي لداتها وماني مديتها مني مليتها نمشي وتنصيبها زرقا وتنصيبها في حالة وتن حق الدراج واحد معارل حق الدراج وقاعد معا الصباط للراسة ضربة وشتوب عيني وصرت في قلبي وما قلت لي يا مانك ما ولوية ما قاتلياش وعقبت رجعت وقلت لي يا خليصها في غرص بريب انترا بناتك ما عد كيفاش ديريني وانا ما في حاليش يقول لارك غد سير الفقر لا حول ولا قوتي الا بالله لا حول ولا قوتي الا بالله لا حول ولا قوتي الا بالله لا اعدي وقل ما لا نعدي الله خليتو غر من الله و الحق لا يبدى ربي ما يبيه الحق وقلو طغالي وتغالي ابنتي رابي كين ولا بدا من تودي الحقوق وقضيهم القيامة هادرة واسعة وعريدة ولا ان ربي لا يبدو اخضيهم القيامة غدين تودي الحقوق والله يبيجي الحق والله يبيجي الحق يا ربي يا ربي ايضا أنا لزنالي شي حاجة ربي ويقولي شي لا لا زهراء ذاك المرة فش كانت تكلمت البنية ديالها عندها 16 سنة سوكينة صغيرة له ابن اسميتها أميمة أميمة هذا الضغط عليها ذاك البنت حت قالت كلام قالت كلام آخر والناس بقوم متفاجئين من أننا كانت القضية ديالنورة مبقاش قضية فقط ديالنورة بوحدة ولت رأيي ديال مجموعة كبيرة ديال المتتبعين بل ديالرأي العام هذيك البنية فجأتنا فجأتنا قالت كلام آخر وخلت الناس كلهم يتسألوا انتي انتي جدتها وربما عارفة المشكلة الأصل وش هي كانت مضغوطة وش كانت شوها تكيمل لها الكلام تقوله مضغوط الدرجة عليها الدغط وعليها ودرجة نهار لتحرقت أمها وراح اضراء الكل شي ويجا رح اضراء من اللي سورت عالجابها وتيجر عالجاب تسجبني في الدروج رح اضراء الدرجة كل شي وستاتيجا نسقط معها زرقاء زرقاء تقول لي ممي رات عدبت ممي رات عدبت وراه كل شي ردك السعره كل شي حاطة عليها في الورقة وراه غير الدرجة عليها ولا اني الدرجة ما تدوش عليها عارفين ذاك الشي اللي كان يدير لما غادي دير ولاتها هي غادي شد عليها اعلم الله شنو اللي قال ليها باش هذرت زهراء للا بنتك نورك تقول بان هذا طالق ديلها رجل ميسور في اللح كبير وعنده الاموال وكيشري ذمة ديل القاضي وديل طبيب ولكن امي ما قتل بان غرف اللح بسيط ما حائقة العامل الاقتصادي ديالة الراجل واش فعلا هو لابس عليه يقدر يغير هادشي ولا غير مواطن بسيط عادي كساب عادي لابس عليه لابس عليه عدو الخير والله يزيدو احنا ما احنا محسدناش غارب نادم يدير العدل ويدير الخير راب دمنا واحد النهار غادي جيد حطلار لا حول ولا قوة الى بلا وليوم كل شي هادشي ارى الفلوس اللي ديرين هادشي الفلوس اللي اي حاجة اللي بغوا يديروها غا يديروها انا انا نهارجتها نهارجت معي ومحروبة ارى تلشهر 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 وينسكينها محروبة ما سايباش باش تداوي تذك الحراق اللي حراقها كتقول بنتك نورة بانك تمشي القاضاء ما كينصفهاش كتمشي شادة طيبية ما كينصفوهاش فيما مشات كتلقا كتقول بانك يسبقها وكيغير الاراء وكيغير التفاصيل وكيدفع الفلوس للنس المسؤولين هذا الكلام دي البنتك نورة بانك يبقى تكدور ملقاش اللي ينصفها ودبر طوع بعض الناس اللي هما محامين ومحاميات الناس اللي هما فيهم الخير وبانك يطوعوا باش يقدرو يتحقوا من المسألة ويحاول يقدموا يد المساعدة لا الهي الله محمد رسول الله لا الهي الله محمد رسول الله ولا الازهرة الله يفرج عليكم ابنتي الله يفرج عليكم الازهرة الله يفرج عليكم لا الهي الله نشكرك لنا زهرة على التواصل ديالك وفعلا القضية ديال نورة وبناتها الأربع صارت مشكلة كبيرة شحال ديالناس تبعوا تفاصيل ديال القصة وحتى واحد تصل بيا يبغيت ندير فيلم لان فيلم حقيقي فيلم غريب ديالفتاة كتسكن في أسرة فقيرة ويتيمة ولكن اطلا الله صورة حسنة نورة صورة حسنة تزوجها الرجل فلح وكان هو على قد الحال وربما يقدم أقدم الربح عليه ففاض رزقه فاض رزقه وكل عام كتولد له بنية وهذه البنات أصلاً رهما مرزقات راه اللي كيبكر بالبنت مرزاقة وقال لي عنده البنات كيجيها الرزق رزق ورا رزق ورا رزق فوجدت البنت الأولى زد أطا الله الرزق البنت الثانية جاء الرزق البنت الثالثة فاض الرزق البنت الرابعة تدفق عليه الرزق من كل مكان كتقول نورة بأنه المال غير فكره وغير سيكولوجيته وأصبح له كيشعر بين الناس بأن ما عندهش الولاد ما عندهش الوريد الوريد ما كينش ومن ثم بدك يعتبر بأن النورة هي كتردغي للبنت هذا الكلام دي النورة اللي قال تريب بأنها هذا هو المشكل الأساسي عند هذا الرجل البنت أميمة قالت كلام آخر وبقى وبقينا نتساءل واش هذيك البنية أميمة صادقة ولكت مضغوطة نورة من قبل باتت لنا بعض الرسائل وباتت لنا بواحد الكتاب روجيستر روجيستر دي للبيت كيلعبوا فيه بحال الروجيستر الكبير كيكتبوا فيه مقالات وكيكتبوا فيه ذكريات لكنش حال جزوينك يكتبوها وجابت لنا الكتاب دي الروجيستر فيها وحد السهل بخط ابنتها خط البنية ورسم رسومات وكتقل كلام مؤثر والله أنا لما قرأته بكيت بكاء شديدا كتبه بألوان مختلفة بالأحمر والأزرق والأصفر بديكولور كتب فيه رسالة من أميمة إلى أمها نورة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بدأت وبذكره توكلت يا أم العزيزة أنا أعرف جيدا أن هذا دفترك الخاص فلهذا أحببت كتابة بعض السطور لأعبر لك عن حبي لك يا أم نورة نور العيون مهما كتبت لك لن أستطيع أن أوفيك حقك أمي العزيزة سامحيني إذا عصيت أمرك فأنا أزعجك بسبب تصرفاتي لك أعتدر منك من كل أعمق قلبي أنت تعرفين السبب غضبي عن الحياة لأن الحياة لم تمنحني فرصة بل نهبت مني دراستي التي كنت أتمنى منذ الصغر أن أدرس وأحقق أحلامك وأحلامي لهذا سامحيني لأنني لم أنهي دراستي لأحقق كل أمنيتك سامحيني سامحيني وكترسم صورة دي الوجه لهوي حزين لا تقلقي يا أمي ولا تفكدي الأمل ولا تفكري أبدا أننا نحن بعيدين عنك مهما الفراغ الكبير بيننا وبينك فأنت ستظلين دوما في قلوبنا إذا أبي أبعدنا عنك لأنه يكرهك فهو لا يقدر أن يبعدك من قلوبنا نحن الثلاثة أرسم ثلاثة البنية الصغيرة بالشعور دي الهم وكيبكي وصورة وثلاثة نقاط حدث لا تبكي وتيأسي أنا أعرف أنك بعيد عننا ولكن هذا لا يعني أنك بعيد عن قلوبنا بل العكس أنت بيتك في قلبي وستظلين نائمة في قلبي ولا تخافي لأن باب قلبي مغلق ولا يمكن لأحد الدخول إليه ولا يمكن لأحد أخذ مكانك نحبك يا أمي تذكري يا أمي في كل صباح سأصرخ 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 بأعلى صوتي وسوف أقول أحبك أحبك يا أمي وسأظل أحبك يا أمي 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 كلام طويل هكذا كتب بالألوان أشكال ورسومات دي الصبايا صغيرين وكلام مؤثر فعلا هذا يدل على أن هذه البنية أميما لها تعلق كبير بأمها نورة هذا قلق هذا قلق هذه الأسرة لما كان تعيش في وضعية مريحة ربما هناك علامات استفهام ما الذي وقع حتى حدث هذا الشرخ بين الزوج والزوجة وتفككت هذه العلاقة نحن لا نريد أن نبحث عن الأسباب والمسببات نحن نريد أن نجي من الأخر لأن حياتنا فوق هذه الأرض قصيرة واللي يلقى بش يخيط بخيط بيض ويرقع من هنا وهنا ويطفي الغضب هذا هو اللي يحب الله تعالى اللي يقدر يدير هذا الأمر هذا لم يبقى يسبب يبحث عن الأسباب والمسببات لم يبقى يفتش في الماضي لأن لكل حصان كبوة ولكل عالم زلة فما ظنك بعموم الناس الخطايا متوجدة في كل مكان والعقل من حاول أن يطفئ الغضب ويقلب الصفحة ويعيد الحاسوب إلى السفر ثم يبدأ حياة جديدة طب الله تعالى انزل العفو وانزل الرحمة وانزل البركة على أسرة نورة وبناتها الأربع هذا الموضوع كما ذكرت جاو حسين موخر السينمائي قال يا مدني بالعناصر ذي للحكاية بغتن دير فيلم قصير ونخرج للمركز السينمائي وجاو نساء كيب كيو بغي قدموا يد المساعدة وجاو محامين على العكس قال لك تعاطفوا مع الزوجة فأصبحت القضية فيها آراء مختلفة الرأي والرأي الأخر والعلم عند الله تعالى نحن لا نريد أن نحاكم النوايا ولا نحاكم الأشخاص ولن نريد أن نبحث من الظالم ومم المضلوم ولكن همنا الأكبر نطفئ هذا الغضب همنا الأكبر أن يجمع الله الشمل همنا الأكبر أن يحفظ الله البنات همنا الأكبر أن نعيش بسلام لا نريد أن نبحث عن الأسباب والمسببات حتى ولو كانت متاحة لا نريد أن نعرفها نريد أن نبدأ صفحة جديدة الحياة قصيرة الحياة سرعان ما سوف تنقضي وساعدتك يفعل الخير وساعدتك يا من غمض عينه وعود حلهم ومدي الدي إلى الخير أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن ينزل الرحمات والألطاف الإلهية والربانية على هذه الأسرة وعلى كل أسر المسلمين ويهدئ من روعهم ويجمع شملهم ويهدئ سرهم اللهم أمين يا رب يا كريم ونتحول أيها الأحبة الكرام من ابن ملال إلى إقليم مكناس مع للا فاطم الزهراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بتي فاطم الزهراء شكرا لك الله يبرت لك ابنتي والله العظيم فرحانة بزاف وكن حمد الله اللي شدي يرخب يا أهلا وسهلا بك وكنشكركم وكنشكرها للقناة على هذا البرنامج الشيق الحمد لله اللي ناجح ونتمنى ويكون ناجح ناجح إن شاء الله يا ربي الله ما أمين لبتي فاطم الزهراء شكرا لك في قريبان أنا عندي بزاف الحوائش بغا نقولهم ومرتابك ما عرفش عندي ما عرفش باش غادي ينبدأ ولكن أهم حاجة بغيتك تدعي معايا ربي يسر لي الأمور ديالي يا رحمن يا رحيم عندي تعقودة في كل شي في حياتي كلها ولكن أنا ديما صادرة وكن حمد الله وكنشكره وكنقول ربما بتي لا هذا طويل عندي ربما أنا ما كان عرفش ندعيب ولا ما كان عرفش نجل شي حاجة ليلة هيد الله هل صحبك سوى الله ليلة فاطم الزهراء بنتي الله يفرج عليك أمين يا ربي أمين يا ربي ما عنديش تيطير لا في الخدمة ولا في الدواج ولا في حياتي معائلتي ولا لا شي حاجة ولكن الحمد لله لا إله إلا الله الله يفرج تقرارا وبرارا ولكن كي يجي وحد الرفض مليسا بدون سبب كان عيما نحلمش ما هو السبب ما كان عرفش وقال رجع كنقول كل شي كيف ما وناصب لا إله إلا الله وشي مرات شي مرات فاطمي كنحس بالدنيا كلها دقت بي كنقول يعني الحمد لله بنت متخلقة كان دير خير مع Chong كنقص ولدي هاد شي يعلىش انا ما كستى يسرر military training كنت احابي company كان اقول الرقيہ الراسي كنت اقنers عن المもの شو يفقيا سنقول ماذا امر إن شاستا 아직 ا Period أنا كنت قرأ الحمدل الله حسن مل هداو كنت قرأ وعديا كان نقاد ب第一 míst بن Veronica و الحمدلله ما لا اله الى الى الله لا الى الى الله لا الى الفاطم الزهر الله يفرج عليك بنتي يا رب الله يفرج عليك إن شاء الله سوف يكتب لك مكاتب خلفة مزهرة هاي يا جارب عفدك إذا أستاذي بأطرافية وحسيت بحياة تعقلات وبعد ما توصل ولي بيالي الله الرحمه يا رب يا إله إلا الله الله الرحمه الرحمه ورحمه واسعة يا رب أستاذ أقرب الناس لي بحلي كنت خلطة فيه بالغضر من الأهل الديالي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يفرج عليك ابنتي يا رب لا إله إلا الله وكان شوف الأم ديالي قاطاته على السنة من الصغري وأنا كان شوف أستاذك الأم تعد بذات معنى الكلمة ما شاء الله ما شاء الله كنت كالقرام زيال كالقرام زيال وكان نقول إن شاء الله بشن قبل والدين دي أولي نعاونهم شوية لكن نحنا كنكبرون مشاكل في كبروه وكل واحد كيبغي راسه والأهل والوالد ديالي الله يرحمه وكان كريم يعني حاجته ومشي ديالي الناس أولى والله يفرج عليك ابنتي يا رب وكان قراء ودك شيء اكثروا المصدريك وكان وكان قول نحبث بش هذه اللي هي ديالي نحبث ما نكملش بش الوالد ديالي نقطع لي واحد نتدع لي واحد لباب نحيتي أنا وبحيث براتي بش بش نقول رب ما هذي مرض غدي يزيد تقيف يفكر غدي يزيد تقيدير هذي وخاكه هو ما كانش بغي هاد هادشي اللي قلت له أنا سفي منك مش قرائتي وهذي هو ما بغاش قلك أنا تقاسل بش كونوا مديانين بش كونوا لا اله انا ما بغاش نقوله علش ما بغاش نكمل علش ما بغاش ندير حتى الله يحبو بقى هذ 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 احتاعياء حتى الدمو الأمنة أمنة والله يحبو الله يرحبو يفسلي الرحمة خينا هذي كاتنين توفات اكثروا المشاكل اكثروا اكثرات الضغوطات اكثر ساعة وكان عدنا يا باب واحد أنا والأمدي يا لي قيام الليل كنا تنقيلوا في الليل كله وحنا كنصر وكلكي وكنهم يارض يا رب يا رحمن يا رحيم ما بغاش نبغى بعدك ليلة هيل الله وما زالين وقفين على الله كنطلب منك نستعد للسانع الكرام كنطلب منك كنطلب منك كنطلب منك كنطلب منك يا فاطم الزهراء لعل هذا الذي يقلك انما يسوقك سوقا الى واحد العالم من عوانم النور فاطم الزهراء كلامك لذكرتي في الول كيدل على انك عندك نصيب وافر من الروح الدينية المشرقة بدتي في الكلام وقلتي بان الحياة تعقدت كل شي عندك تعقد الزواج معقد الرزق معقد العائلة معقدة ابنتي فاطم الزهراء رى الحياة هكذا خلقها الله رى سمها الدنيا لماذا سمها الدنيا من الدنو علش ربي على الزواجة لخلى الحياة هكذا صعيبة حتى لا نتعلق بها لو كانت الحياة جميلة كلها وكلها رخاء وكلها عطاء وكلها نعيم هن تعلق بها وغن من بوج نتفرق معها هن تمسك بها تمسك شديد ولكن مدام الحياة كلها عناء ومرض ومفاجآت غير صارة فربي من رحمتي الوسعة قال لنا اشتاد الحياة رى لا تستحقوا منكم النظر رى اعملوا الى الحياة لفالخلود الابدي هكذا الناس الصالحون واحد مجموعة دي الناس اللي ولوا اولياء الله تعالى باش ولوا بحالك اوقع عليكم بنت فاطم الزهرة الابواب اغلقت في وجوههم دقوا هنا ودقوا هنا ودقوا هنا والقوا الابواب مغلقة ودعوا الله تعالى ولم يستجيب لهم دعوا الله تعالى ولم يستجيب اش يوقع هنا يكي تسمى واحد المقام اسمه مقام وانتظار الفرج كان بقى ندعي اليوم واندعي غدة واندعي بعد غدة وباقي الفرج ماجاش هاد الصبر على هاد المقام هو اللي كيولد الشخصية المتميزة من اللي كنعرفه في التاريخ دي الاسلام كان واحد المجموعة دي اللي عارفين بالله ودي الصالحين رمشت ولده من بطن امهاتهم اولياء وعارفين وصالحين رات ولده وتمرمده وتعذبه ومرت عليهم الاشياء اللي هي مضنية وصبروا واحتسبوا وطرقوا الابواب ولم يفتح لهم وفي الاخر قالوا يا ربي حتى ولو يفتح لنا الباب فنحن صابرين ببابك نحن على عتبات بابك منخين وكي تلقى جالس كي تسمى وحد الوقت حسكي فاجأوا المولى عز وجل بالنور الالهي فاطم الزهراء انت قلت بانك صابر سعداتك ابنتي وارك وصلت الى مقام الصبر وارك مقام الصبر هو اعظم مقام عند الله تعالى اللي قال فيه جل جلاله انما يوفى الصابرون اجرهم بغري حساب انت هذه المعانات اللي وقعت لك قادتك الى باب الصبر وارك 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 بحالك اعطى الله الجمال والمال وقع على التغيام وقع على الفساد وقع على التكبر وقع على الموبقات فاوصلها هذا النعيم واوصلها الى باب جهنم العياد بالله فانت محظوظة اعطاك الله تشدة اوصلتك الى باب الصبر وباب الصبر باب عظيم من ابواب الرحمن قال فيه الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغري حساب قلت بان ابتلائك طويل هكذا حال الانبياء والمرسلين والاولياء المقربين الابتلاء لذي الناس المساطاء اللي عندهم ايمان قليل يأتي على قدر ايمانهم حتى ربينا زادهم شوية يكفروا ولكن اللي هما عندهم رصيد قوي من الامان كتلقى ابتلائهم طويل وكي زينوا بالحمد والشكر انا فاطم الزهراء حصيت لك اش هم المرة قلت كان احمد الله كان شكر الله في هذا الخطاب اللي تكلمتي به بمعنى انك يسكنك بالداخل الحمد والشكر لله في الختام للا فاطم الزهراء ما الذي يقع لك هاش يقول لك يوقع هكذا هي الحياة خلق الله تعالى هناك من ولد وفي فمه ملعقة من ذهب وهناك من ولد وحوله قيود من كل جانب ربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه وكل وحدة لي سبب من الاسباب انتي فاطم الزهراء الى قرينها بوحد المنظار سيرتك لان كل وحدة لي الله سيرة سيرتك هي سيرة اللي بغى الله تعالى تكون دي المقربين الناس اللي صبروا واحتسابوا والمولى عز وجل من فوق سبع سماوات يباهي بك الملائكة رفق الارض احنا كنت صرفوا وفوق السماء ربنا عز وجل ينظروا إلينا وملائكته هذك الملائكة اللي قالوا يا ربنا ما تخلقش البشار اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك من هرلول الملائكة غضبوا واعترضوا وقالوا يا ربنا لا تخلق فوق الارض بشارا هذ البشار اللي خلقتي غيكون شرير هذ البشار اللي خلقتي غيسفك الدماء هذ البشار اللي خلقتي غيضلم غيعتدي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله تعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون من لك يوقع أن واحد بشار مؤمن وصالح يذكر الله تعالى ربي عز وجل يباهي به الملائكة يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي انظروا إلى أمتي هؤلاء هؤلاء يذكرونني ويسبحون ويستغفرون الملائكة تعجبوا يقول لهم الله تعالى سأزيدكم عاجبا أكثر فكيسلط الله تعالى لك العبد او لك الامع الابتلاء تعطي الله وحد البلاء إما كيسحب منه المال وإما ما كيطيش السعد لا زواج لا خدمة لا سعد كتلقى الأبواب مغلقة وكتلقى هوية مازال مرابط مازال متمسك بالحبل المتين والملائك يقولوا يا ربنا أكل هذا البلاء وعبدك لا زل صابرا لا زل يقول حمدتك يا الله وشكرتك والله تعالى يباهي بنا الملائكة من فوق سبع سماوات وكيقول لهم الله تعالى يا ملائكتي انظروا المزيد انظروا وكيعاود مسكين ذاك الرجل المؤمن او ذاك المرأة المؤمنة كيعاود ربي عز وجل لك يزيدوا واحد البلاء أشد ما عنده زهر لا في زواج ولا في خدمة ولا في أولاده ولا في جرياء ومحبور ومظلوم وما زال بقي صابر ومحتسب والملائك يقولوا يا ربنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انظروا إلى عبادي أعطيتم البلاء أزيتم البلاء فوق بلاء فوق بلاء ولا زالوا على السراط المستقيم ان الله تعالى يباهي من الملائكة فطوب لك يا فاطم الزهر لو اطلعت على السيناريو الحقيقي را الحياة كل مصرحية فيها سيناريوهات متعددة وربنا عز وجل كتبها في الأول أول ما خلق الله في الوجود القلم فقال يا قلم قلم القدرة اكتب يا قلم فقال يا ربي وماذا اكتب قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد كتب القدر المبرم وبقى قدر معلق بسبب كتسمى دائرة الاختيار الإلهي اللي اجعل فيها الله تعالى القدرة للإنسان واش غايصبر ولا غادي يدمر ولا غادي يكون عن ردود أفعال اللي هي متشنجة فأنت يا بنتي فاطم الزهراء لحد الساعة ردود الأفعال ديالك كانت عبارة عن دموع دموع حزن وكانت عبارات شجن وكان عندك صبر واحتساب فأنت لحد الساعة لو جاء أستاذ متخصص في الميدان وأراد أن ينقط لك نقطة على ما صار هذه الحياة نقطة حسنة نقطة حسنة جدا بأنك الحمد لله غدا التلاق المستقيم غير الصبر يا بفتم الزهراء ربي عز وجل إلا بقى ما زال ما تخشد الشي اللي بغيتين عارف بأنه يقودك ويسوقك سوقا إلى واحد المقام اسمه مقام انتظار الفرج هذا أعظم مقام انتظار الفرج كندل الأسباب وكندعو رب الأسباب وكندل جميع اللي في أوسعي والو ما كينش شباب كيتفتح ما معنى هذا الله تعالى يختبرك يقول الله تعالى وشك تعبدني حتى أنا غنعطيها ولكن تعبدني لأنها تؤمن بي لا تؤمن بي غسري صبري تحجم ضاعت بالعكس انت رابحة ورابحة بالأضعاف المضاعفة إنما يوفى الصابرنا أجرم بك العساب وأسأل الله تعالى أن يعجل لك بالفرج يا رب يا كريم نسألك اللهم يا مولانا يا رحمن يا رحيم أن تعجل لأختنا فاطمة الزهرة اللهم يا ربي اشتبيها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا ابتله فإذا صبر اشتبه اللهم يا ربي اشتبيها عندك واجعلها من المصطفين الأخيار واجعلها من أهلك وخاصتك وافتح لها أبواب الفرج اللهم وكل معدب ومعدبة وكل صابر وصابرة اللهم في هذه الساعة المباركة افتح لنا ولهم جميعا أبواب الفرج واجعلنا عندك من المصطفين الأخيار قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد عدنا أي الأحب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات اللحظة نتحول من مكناس إلى سيد قسم ماء لنفتنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا قالوا لنفتنا لنفتنا حجي أهلا وسهلا بك لنفتنا أيها لنفتنا مرحمة أيها لنفتنا مرحمة ودمرنا مريضة مريضة عيانة ولكن شي محسنين يعامنوني الله يعطيك فتر أيها للحاجة باش باتي عاونكو واش في الحج والعمرة ولا في الدواء ولا فاش لا في الدواء في الدواء على مريضة عبدي فرانسية وعبدي السفر الله يشافيك يا عافيك يا رب اهه الله يشافيك لنفتنا لنفتنا واش درتيش تجريبة مشيت المشتشفى العمومي اللي في الدائرة دي سيد قسم اه وكل قتي تمال الوضعي الاطباء والممرضين والاستقبال في المستشفى العمومي ومشيش ليه الى حاولت ترى تلقى الحمد لله وحد الخدمات ديرها الدولة ممتازة في المستشفيات العمومية فطبع نفتنا للأسف فانقطع الخط مع ديرها غير بغين نوضحه بان القطع الصحة ليس بالسوء الذي تصوره بعض الناس لان بعض الناس كانوا مرضى فعلا محتاجين لساعدهم ومليلقنا العدد كثير بشيناك نضقوا الباب دير المستشفى العمومي ففوجئنا حقيقة فوجئنا لقينا مساحات ديال الدولة ما شاء الله عليها من حيث النظافة ومن حيث المساحات الخضراء ومن حيث تبييض الجدران وكتدخل الداخل كتلقى الإنارة ثم كتلقى حسن الاستقبال ديال الممرضين والممرضات ثم كتلقى أطباء أكفاء وكتلقى وسائل لوجستيكية متطورة وكتلقى الخدمات متواجدة سبحان الله العظيم فوجئنا لنا واحد فترة نسمع مرارا وتكرارا بأن قطاع الصحة ببلادنا حالته متضهورة وغادي في استياء شديد ولكن يبدو أن هذا غير مجرد كلام كلام ربما قد ينطبق على شيء دوائر محدودة ولكن دوائر أخرى ما شاء الله نظافة وأناقة وحسن الاستقبال وخدمات خدمات جيدة فهذه فرصة أن الإنسان يطرق الباب غادي يلقى الخير بإذن الله لأن لفتنا نطلب ربي سبحانه وتعالى يفتحلك الشباب من الأب وابتسير الحج والعمراء لأن لفتنا هذك احتويك يدخل في القضاء والقدر القضاء والقدر اللي غادي يختار الله تعالى لزيارة البقعة المقدسة ربي عز وجل لا يختار وفود الرحمن كتكون قرعة في السماء كما هناك القرعة فوق الأرض كيقوموا بها الناس في المقاطعات عند السلطة المحلية كيحضر القيد والمقدام والمندوب الإقليمي للأوقاف الشؤول الإسلامية وكيحضروا في اجتياز القرعة في كل إقليم أو في كل مقاطعة كيتم وحد الصندوق زجاجي لاختيار القرعة كل نسل غادي يمشيوا لكن هناك قرعة في السماء تتم كل ليلة السابع والعشرين من رمضان ربنا عز وجل في ليلة السابع والعشرين يقسم الأرزاق فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا يفرق الله الأرزاق الحياة والموت والصحة والعافية والرزق والحظ السعيد وغير ذلك ويتم اختيار وفد الحجاج والمعثمرين كل ليلة السابع والعشرين في رمضان في السماء باش الإنسان ينخرط في لائها التسجيل كنا لائها التسجيل كنا في المقاطعة ما قل بها القيد دي المقاطعة وكي يعونوه الأعوان دي السلطة هذه الأرضية هناك لائحة سماوية اللي بغي انخرط فيها ولا ننجح فيها راكولش ميسر كيف يمكن أن أنخرط وأسجل في اللائحة السماوية في السماء أول حاجة ينبغي أن أقطع الطمع في كل مخلوق على الإطلاق ولا أطمع إلا في خالقي عز وجل أول بند أول بند لمن أراد أن يفوز أول بند لمن أراد أن ينخرط في المسجلين للقرعة في السماء أنه ينبغي أن يقطع الأمل والرجاء في كل مخلوق وخطلق مع شوزير ولا برلماني ولا سفير ولا اطلق مع أي مكان ويسولك قل لي ما خصنيش ما عنديش الله يرحل مولدك شكروك الله يعونك الله يسهل عليك الله يبرك ليك ما خصني شيء الحمد لله وخلي عندك الأمل فقط في الله وحده لا شريك له سيريك عجب قدرته سيريك عجائب قدرته سبحانه وتعالى وهذا القضي أيها الأحباب الكرام ليست كلاما نظريا هذا كلام كلام رأيناه عند عدد كبير من الناس والحمد لله ربي سبحانه وتعالى أكرمهم من اللي يجي للأجل كيف تحلل شيء أسباب وشيء أبواب ما عليها أبواب هذا أول بند ما نطلبوش من المخلوقات لأن المخلوق دائما كيبقى مخلوق هو كيقول هل من مزيد ولكن الخالق عز وجل الذي عنده خزائن السماوات والأرض وأمره بين الكاف والنون إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكن أول بند هذا البند الثاني هو أن الإنسان لابد أن يخلي قلبه من المشاعر السلبية قلبك الداخل ستلقى في واحد شوية الحساد شوية الغيراء شوية الكبرياء شوية الكراهية شوية البغض كلنا قلوبنا هكذا لكن اعمل على تطهيرها لابد أن تطهر قلبك إلا عندك شيء علاقة مع الحباب ديالك الله يسامح إلا عندك شيء حساب مع شيء واحد دالك رزقك ولا شي مرة تكلم فيك ولا طعنك الله يغفر لنا ولك ما بغيت منك لا في الدنيا ولا في أخيرا مسامحة خلي قلبك بيض هذا أول منذ الثاني هو أن قلبك ما تخليش فيك ما تقاش خازن حتى بزد منه خازن فقلبك يقول لك ديك النهار دارولي وديك النهار خاضوا مني وديك النهار سبوني وديك النهار فعلوا بي لا هاتش يقول له الله يسمح في الدنيا وفي الأخيرة يقول لك لاخدت شيء حاجة الله يجعل لك حلال بمك من سنانك مسامحة ثم كان عمر قلبي بحاجة أخرى بالمحبة للخلقي هذا الخلق هم خلق الله يكفي أن هذا الخلق ينتسب لله الخلق خلق الله كان سيدنا علي كرم الله وجهه يقول بأن الناس كلهم إخوة لك إما إخوة لك في الدين وإما إخوة لك في الإنسانية من أبيك آدم وأمك حوى كلنا إخوة حتى اليهود والنصارى وغير المسلمين أشكال وألوام اعتبر الناس كلهم إخوة وخصوصا من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله كلهم إخوة لتلقتي معه تتعامل معه بمنطق الأخ والمرأة تتعامل معه بمنطق الأخت الشقيقة وتحس بأن ربي عز وجل الله يملأ قلبك سعادة وبهشة ثم بعد ذلك احرس على أن تمد يدك للخير ما تددك للخير ليه قال لك نديره نديره نتعاونه نهز معك نمشي معك دي ما ما تخليش العكس عندك خلي ما تددك للخير هده هما الشروط الأساسية إذا كانوا عندك ستلقى العجائب دي القدرة أش كعتك الله تعالى بعدها كعتك الله عز وجل مقام التسخير مقام التسخير ما هو هو أنك أنت غادي والأشياء مسخرة لك عوض أن تكون أنت مسخر لها تعود هي مسخرة لك وبعد ذلك ستلقى بأن الله تعالى يرزقك بالأرزاق من حيث لا تدري يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري ثم ستلقى الله تعالى يفتح لك الأبواب المغلقة وتلقى بأن ربنا عز وجل يرسم لك خارطة طريق هناك طريق معبدة يرسمها الله تعالى لك أنت أغادي أغادي هي ميسر وحاجك مقضية وأربي ميسر لك هذه الأمور الأساسية التي أوصي بها نفسي وأوصي بها أحبتي الكرام إذا قمنا بها ربما يبقى عندك لا مشكلة في الحياة ولا هم في الدنيا ولا قلق ولا حزن ولا دعوة فقر ولا دعوة مرض ستكون ضيف من ضيوف الرحمن لك أن ستصلت إلى مقام التسخير ومقام التسخير ربنا عز وجل لا يسخر لك كل شيء لأن لفتنا الله شافيك يعافيك أسأل الله الواحد الأحد الفرض الصمد أن يشافيك من كل داء ويشافيك من كل سقم ويشافيك من كل علة وأسأل الله تعالى أن يكتب لك قريبا حجة أو عمرة بلا تعب ولا مشقاء ولا قرع تأتيك كراما على الرحمن رب يفتح شباب مع لي بواب الله يكرمك ويكرم العائلة والأحباب والله ينورك من الله وتحية كبير لك ولكل ساكنة إقليم سيد قسم موسيقى ونتحول أيها الأحب الكرام إلى إقليم آخر إلى إيلفاس مع أخينا السيراشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا سيد راشيد يا مرحبا بك الله يبار فيك أستاذ قريبا كنشكركم وكنشكره البرنامج لك يبقى واحد إعجاب كبير من طرف المستمع الكرام لعفو مولاي من استمراري يا رب أهلا 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 اللي أريد أن نقول لكم هو أنه الموضوع اللي جبتت اليوم نعم البطالة البطالة وأسبابها وحلولها وأطارها النفسية على الفرد والمجتمع على الفرد والمجتمع لا الله ملك الحمد أنا بالنسبة لي الله ملك الحمد عندي جزولدات الله يخليهم لك يا رب والله يبرفك أستاذ عندي ابن سا حتى أنا رأس ديال فرنسية كتدي المحطر ديالها بارك الله الله يبرك فيك وعندي واحد الوليد يلا تخرج مهندس دولها حاليا بعد دراسة دياله في بونوب غير اللي بيتنقول لك أستاذ وهو أنه الأغلبية خصوصا أنا كنلقاوش في ذي المشاكيل يعني أتعب الصافار والوليد خصوص يبدي معاها تكاليف مادية باهضة مادية باهضة باهضة إذا جيت نقول لك الحد الآن نعم خوية أنا أستاذة ديالي والله يطور فعمرها والله يخليها ديالي وكانت تمنى من هذا المقر هذا بش تدعو معاها لأنها وقفات معايا ومع ولداتي كان الهم دياله الوحيد على أنه ولدتها يوصلوا والله ملك الحمد أنا ذاكي تبعوا اعترافة ديالهم برك الله ولكن لقينا مشاكلة مادية مادية ديالي يوقع سيدة رشيد إياه كنت من نعم الله سبحانه وتعالى على أنكم بدعوا معنا وبدعوا مع ولدتنا ولدات المسلمين كفى أجمعين يا رب باش يسهل علينا باش ولدتنا الحمد لله سيدة رشيد إلا سوولنك أخويا إلا سوولنك بين جيلكم وجيل أبنائكم سيدة رشيد ملكت في الدراسة ديالك وش والدك نفق عليك كما أنفقت أنت على أولادك وش التعليم أي أيام زمان والتحصيل والشواهد العلمية كانت محتاجة إلى كل هذه النفقات كما أنت الآن مع الزوجة وقد ضربوا مع الزمان وما زال بقى تلقاتكم طويلة كانوا حال فرق كبير مدينة القرية ديالزمان والقرية ديالليومة نقدر نقوله بوحد الصورة على أنه والدنا قرونا عاديا يعني الكتوبة ديالنا كانوا يعطوهم الإخوان ديالنا للعام الجاي واللي مبعدوه يعني تلبسحنا طبلية وتعطيها للأخ ديالك وللأخت ديالك كنا كنا نفرقها كنا 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 يعني كنت نعيشة شوية شوية من ميصر نعم ميصر نعم ميصر دبا لا حول ولا قوة إلا بالعراضي كل عام كتجيك دروس بوحدها كتوب وحدها كتبت للمنهج أعود قصة كتري كتوب خرى أه أه عام كي زيتك العام عام كي زيتك العام لا إلهي الله أه كين وحد فرق كبير وكبير وكبير وحد فرق اللي هو كبير وشاسع بزاف على أنه الدراسة فى الوقت هذا صعيبة وصعيبة بزاف ربما سراشيد أنت وزوجة خدمين ربما التوفير ديالكم كل التوفير ديالكم كيمشي على قبل نفقة الدراسة اللي وليدت؟ أكيد أكيد أدول نقول لك وحد الحاجة على أن الزوجة ديالي كانت خدمت المغادرة الطوعية نعم في سبيل أنه ترافق وليدتها فى الدراسة تستمر فيهم بغا تستمر في الوليدات فى الدراسة بغا ترافقهم الدراسة نعم يعني على أنه تكلف بهم هي تقعد نسبة ديالها نعم وتقدر على أساس على أنه تقبل وليدتها وتوصلهم وفى مصروقت أنا تنتبع بسوار العمل ديالي نعم سيدي كانت كتمنى حاجة واحدة لتخرج التقعد تدر إما عمره ولا حجة الله كبار الحد الآن ما زال ما كتباش الله لا إله إلا الله ولكن كتقول لي أنا الحجة والعمر ديالي وهي هو إلى وصوء ولدتي نعم يارب توصلهم يارب 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 الله يوصلهم للبر الأمان والنجاح والفلاح اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين كانت منك أستاذ قريبا على أنه استعمى ورداتي ومع وردات المسلمين كفى أجمعين مع الآباء اللي كيلقوا مشاكل كثيرة وكثيرة وكثيرة كثيرة بزاف باش يوصل ورداتهم باش ينفق عليهم وباش يوصلهم للبر الأمان وما يخليهم سمتشردين وما يخليهم سمحتاجين مع العلم أن أنو الأم دياله وباقي الآباء كان نقصمنا وكانوا فعلوا ليداتنا والله يعونكم يا رب والله يعونكم سيد راشيد شكرا لك شكرا سيد راشيد شكرا سيد راشيد يا رب يا رب شكرا أخير سيدة من فاس ليعطانا الصورة ديال الواقع ديال بعض الأسر المغربية ليصبح الهاجس الأكبر ديالهم هو أنهم يكونوا ولدتهم ويبنوا لهم المستقبل الباسم عدد كبير ديال الأسر المغربية خوفا من شبح البطالة اللي تكلمنا عليه في الأول أنهم ينفقون كل أموالهم ويستطمرون كل طاقاتهم وكل جهودهم الفكرية والنفسية من أجل ثلاثة أكبرهم المصار طويل والمشوار في محطات كثيرة المحطة الكبرى والخطيرة هي بعد الباكالوريا ما للأولاد يحصلوا على نتائج الباكالوريا بنجاح ولكن يحصلوا على نقاط عالية وعالية جدا نسمعوش كيتكلموا على النجاح في الباكالوريا كيتكلموا أش من معدال جبتي لأن ذلك المعدال سوف يخول لك اختيار دراسة في مدى سعوليا مجموعة دي الأباء والأمهات ما بقاش كيقدر يأمن ربما لبعض التقافة اللي داخل أرض البلد بحل تعليم في الجامعة أو بعض المدى سعوليا كيفكر حاجة كبيرة كيبغي يمشي الأوروبا فكالقوا عدد كبير دي الأباء والأمهات كيبغي تولدتهم خارج أرض الوطن البعض كيمشي الأوروبا البعض كيمشي الأسيا هكتكالك هنا الهولندا أوكرانيا الصين الشعبية أمريكا كندا ولكن المشوار طويل والمصارف مكلفة وفي الضرفية الراهنة غتزداد التكلفة فقولوا الوالدين كل ما كسبوه في حياتهم كلك تسولوك يقولك أنا حياتي منها ربدت منها ربدت وأنا كنوفر 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 باش فالأخر يا الله نوقف ولدت على رجليهم وهذا وضع مقلق مقلق للغاية أقولوا عائلات مك يعيشوش يعيشون فقط من أجل أن يصلوا إلى هذا المقام وفعلا كنين عائلات ربما غنتكلموا على هذا الموضوع فيما بعد أنه الشاب من اللي كنجح خارج أرض الوطن وكي يخدك الشهادة العلمية لكن الشاب ما كي مش عاود يدخل المغرب لأنه ولف الحياة في أوروبا أو في الدول الغربية ولف واحد النمط للعيش يقولك هناك ديمقراطية هناك احترام لحقوق الإنسان هناك نظافة هناك بيئة جميلة فما بغش يدخل لك عداد الأباك نعرفهم الأمهات كي بكيوا قال لك أولادي مشاوا خدوا الشهادة الماء ومشا تزوج كي اللي بغي تزوج ملت الماء ولكن مشكلة الكبرى هي في البنات كيكون بعض البنات اللي كيقرأوا خارج أرض الوطن ثم البنت كتقول لي يا أمي قلبي تعلقا تعلقا بشابين هناك كيقدر يكون دك الشاب غير مسلم ياما هناك أميات كنعرفهم كتقول السؤال ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم تقول لك 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 تقول السؤال راه بنتي مشا تتقرأ في أوروبا أو في أمريكا أو في منطقة في روسيا أو غيرها ما كتت هناك خمس سنوات تعلقت بشاب كتلي كان بغي وكي يبغيني ومفاهمين بعضياتنا ووجنوا درى منظومة كونية جديدة الأم كتفاجأ لأن البنت قد تزوج بغير بغير مسلم يعني كل مبناته يتهد ولكن بالمقابل الحمد لله كنين شباب الحمد لله لنجحوا وشرفوا وجه المغرب ورفعوا سمعة المغرب وتألقوا براية المغرب ورجعوا الأرض الوطن وخدموا خدمة كبيرة مش موظف عادي في كرسي في إدارة بسيطة وإنما كي يخدم في مقر دي الأخذ القرار كين واحد مجموعة دي العائلة تبارك اللهم يا شاء الله اللهم مزيد وبارك ملك يجي الوليد بقي صغير عنده خمسة وعشرين سنة ستة وعشرين سنة مباشرة يتم توظيفه في على مستوى مجلس إدارة وكتلقى عنده واحد المقام أنه يتخذ القرار يعني اللي يقرأ الأخير ذاك الزغبي اللي يقرأنا في المغرب على خمسة وعشرين عام بشياء الله يوصل ذاك المقام وصلت باك لذاك الشاب غير بالمؤهل التعليمي اللي عنده كي يأخذ واحد المقام كبير وكين فتايا تبارك الله مرأ وراجل كتلقى لك مرأ فيها مرأ وراجل كتلقى وليديك يفتخروا بها يقول لك أن البنت عندك ترمنول فيها الحامية ومناضلة وحارة واتهلت فينا ومباشرة أول خلصة كنعرف واحد العائلات ولادهم اللي خدموا أول خلصة بدوا بها أول خلصة جمعوا لي منك ستشهر واحد البريم كي يجي دسم كي يجي كتير أول ما كيبدأ كيقول أمي وأبي إلى الحج والعمرة أول ما كيبدأ بموبة الحج والعمرة وكي يبدأ سيفتو والده إلى الديار المقدسة وكي يبدأ تهله في العائلة وفعلا كي يكون مفخرة وكي للوالدين ما كي يندموش يقولوا تعبونا وشقاؤونا كله الحمد لله مضاعش من يلقينا وليدتنا وبنيتنا من يجحوا وفلحوا وخادوا مناصب علية في البلاد وخادوا مركز قرار وغادين بنجاح وتألق سألني رشيد أسأل الله الواحد الأحد يساعد قلبك وقلب زوجتك بهالدولدات الله يساعد قلبكم يا ربي يا كريم بأولادكم الله يعطيهم النجاح والفلاح يا ربي تبعتهم سالمين وترجعهم إلى أرض الوطن غانمين وتحفظ جميع أبنك وأم وأبناء المسلمين اللهم أمين يا ربي يا كريم موسيقى موسيقى وغنتحولوا من فاس وغامشون تيزنيت مع للا خديجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى مرحبا للا خديجة موسيقى لابس عليه كل شي بخير السلام عليك موسيقى مرحبا للا خديجة مرحبا السلام عليك الحمدولو الان تلعباك بخير الله عن لي دراسك след ابنتي بيت الغدى معي عم الحاج بيت الولادات لا إله إلا الله إله المحمد الرصوه الحمد والشكر لله للا خديجة بش عال بالزوجة دابة عاليا خمس سنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأكيد للا خديجة المدة كلها وانت مشتاقة بتتسمعي تكوني أم بتتحملي بتترضعي بتسمعي لي كوش البولبو الصهر دي الليل مع الوليدات يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي إن الله على كل شيء قدير للا خديجة لا إله إلا الله للا خديجة مشيتي عن طبيب واش قال لكم طبيب قال لي ما عندكم بتشي مشكلة أنا فايت حملت درسية العامل أول العامل أول دي الجوش ايه حملتي في اللول ما زيان من اللي حملتي في اللول معنى أن الوضعية سليمة وإنما الخلل رامشها جهامشية أشو قال لك بنتي خديجة من اللي حملتي شحال كان عنده من شهر يلا تقريبا 50 يوم خمسين يوم واش وقع ليه وانا معرفته وانا معرفته وانا ما كان معرفته قال مهيم معرفته أحليك وانا طبيبه قال لي يا دا تذكره ليلة هيل الله واذك ساكتم قلقاء اكتحازيناء ياخب تلك ليلة هيل الله خنيت الله وبين بكين وشكي على الله وانطلوب الله موظي شكل ويطار شي باليد ولا شي بالني اللا عتك الخيار دايب معايا يا ربي يا ربي و قول خديجة طبيب باش وصف لك الحالة ديالك ومممممممممممممممم قال لي كل شيء عندهم ضيان طرح لكل شيء مثال أعطك شيء أدوية أعطك شيء إيه كاعدد وكاعدد كل ما ذهر لي أن أقدرته أجد الله أن أبتتها الحمد لله والشكر يلله وما فكرت اللي خديجة من اللسانيتي من الأدوية يا الطبيب العيالات نسحك بشي أعشاب نسحك بشي أعشاب نسحك بشي هاجة أخرى بحالة لله خديجة نستفدوا منك ها؟ أشنا ولك ليتي؟ كل شيء عندك عليه أن يقوم بي هناك عليك ك顯��اتك ف Smart لا إله أي لاء الحمد لله و sal perfectly كيف أقدرت الأسباب؟ أقدرت الأسباب ديالطبيعة؟ أقدرت الأسباب ديال bang وما الشuego أقدرت الأسباب؟ مالله تعيسة ونعمل الله زمعت الامر نعمة كتنى الله وككتنى الآية أقدر بسدير ربي وم Younger يبدو كل شيئا يا رب يا ربي يا ربي يا كريم الأمل في الله تعالى يا رحمن يا رحيم يا رب الله لا إله إلا الله الله يفرج عليك يا رب الله يفرج عليك يا رب يا رب بإذن الله الوحي لأحد إن شاء الله بإذن الله ربي غيف الرجالك بإذن الله لألا خديجة ورب كبير سبحانه ولكن غنوصك لألا خديجة غنوصك إن شاء الله بعد الوصايا وربي عز وجل الله غادي كرمك لأن الله اسمه الكريم سبحانه وتعالى أول حاجة لألا خديجة غنوصك لنفسنا السسنة المستمعين بأننا دائما نكثير من الاستغفار لواحد منا إلى شعر بأن وحد الباب السدود باب الإنجاب ولا باب الرزق ولا باب التحصيل العلمي ولا أباب السعد أي باب من الأبواب بل نبي أنه مسدود غالب إحنا نستعمل المنطق العقلي كنقول ما هي الأسباب ما هي المسببات ما هي كذا وكم قلنستخدموا المنطق العقلي وهذا أمر جميل وأمر مطلوب ولكن ليس كل الأشياء تحل بالمنطق العقلي هنا أشياء أخرى خفية عنا لأنها سر الوجود الإلهي الوجود ليس غير مجرد الحواس الخمس سمع وبصر ولمس وذوق وشم لا الوجود أعظم وأكبر من ذلك في أسرار إلهية فالإنسان إلى بل الأبواب مغلقة وحينما يستنفد جهوده العقلية والمنطقية لابد أن يطرق باب الله تعالى ويستعمل الطاقة الروحية هنا أهل الله والقرآن الكريم يوصينا بمدى بالإكثار من الاستغفار ستشعر بأن عندك الباب مسدود الرزق ما كانش الزواج ما كانش الإنجاب ما كانش السعد ما كانش السندير أن أكتر من الاستغفار لأنني حينما أستغفر وأستغفر 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 فإن الله تعالى يزيل عنك كل الموانع والعكوسات ربنا جل جلاله في القرآن الكريم ماذا قال قال على لسن نوح عليه السلام فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ملك انكتر من الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أكتر 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 من قشأ في العدد عشر مية ألف لقدرت عليها ومنوع في الاستغفار سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الدنوب إلا أنت أقول الاستغفار وأنا أبكي على ربي أبكي وأتدرع إلى المولى عز وجل ربنا وعدنا وعدنا بأن الأبواب ستفتح إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الأبواب دي السماء هتفتح المطر في إبانه الرزق هتنزل الرحمة هتنزل كل ما كتطلبه ما كشفق الأرض رفق السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم المدد ويمددكم بأموال الأموال نسكي قلبه على الفلوس نسكي قلبه على الرزق رف السماء وفي السماء رزقكم وما توعد ويمددكم بأموال وبنين لولدات ربي عز وجل هو اللي يقدر يعطيهم لا الطبيب ولا العشاب ولا الراقي بقادر كلهم مخلوقات مجرد يقوموا بأسباب ومسببات ولكن الخالق عز وجل الذي يخلق من عدم هو الله جل جلاله ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جنات في قلوبكم جنات كاللي في قلبه جنة غادي ويحمل معه جنته في قلبه أكي الله احفظنا وإياكم غادي ويحمل في قلبه حزينة أو حقيبة أحزانه غادي ويحمل حقيبة أحزانه في قلبه والعيد بالله أما اللي غادي في الاستغفار غادي وهز مع جنته في صدره في ممشى جنته معه يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أسأل الله الواحد الأحد للا فاطم الزهر للا خديجة أسأل الله تعالى أن يمن عليك بحمل قريب أسأل الله تعالى أن يسعدك بحمل قريب وأسأل الله تعالى أن يبشرك بحمل قريب لعطك شيبونية أو يعتك وحد المولود توأم ذكرا وأنت إنه على كل شيء قدير آمين آمين سيد المستمعين وحد دعوة الخير أختنا خديجة اللهم أسعد قلبها اللهم أسعد قلبها اللهم ارزقها يا أكرم الأكرمين ارزقها يا ربي ذرية طيبة يا ربي كما أسعدت قلوبنا من غير أن نسألك يا ربي إنها تسألك وتطلب من الناس أن يسألك اللهم أكرمها أكرمها بحمل قريب وذرية طيبة قلوا معنا آمين 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 يا ربي يا كريم وهذه فرصة لأن العدد كبير دي الأخوات هنا لعندهم مشكل في الإنجاب وطرقوا الأبواب وذهبوا عند الأطباء وذهبوا عند العشابين وذهبوا عند الرقات وذهبوا هنا وهناك ولم يحصلوا على شيء هذه فرصة أيها الأحبة الكرام من بين أهم الأسباب لفتح خزائن المولى عز وجل مالك الملك هو الدعاء الجماعي بغد منكم دلوح الدعوة الخير لكل امرأة تعذر عليه الإنجاب لكل امرأة لم تسعد بعد بالإنجاب دلوح الدعوة الخير لعل الله تعالى يكرمنا ويكرمكم جميعا والقوي منا يأخذ بيد أخي الضعيف وسبحانك سبحانك ما أعظم شانك حينما ترى قضية الإنجاب تعلم جلال الله وعظمة الله وخلق الله ورحمة الله اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا مسور يا الله يا خالق يا الله يا رازق يا الله يا واهب يا الله نسألك اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أن تبشر كل من تعذر عليه الإنجاب في هذه الساعة المباركة اللهم بشرهم بذرية طيبة اللهم يا رحمن يا رحيم بشرهم بحمل قريب يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تاخده سنة ولا نوم ونسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجدت منه القلوب نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تتقبل دعواتنا وتقضي حاجتنا وتعطينا سؤلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إننا تسألك نتوجه إليك بحق قولك بعد بسم الله الرحمن الرحيم كافة يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نذاء خفيا قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وكانت امرأتي عاقرة فهب لي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنا يكون لغلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اللهم يا رب العالمين يا من بشر عبده ونبيه زكريا بغلام مبارك اسمه يحيا لم تجعل له من قبل سميا يا رب العالمين يا من بشرت زكريا بغلام وكانت امرأته عاقرة وقد بلغ من الكبر عتيا أسألك اللهم أن تبشر كل زوج وزوجة ممن تأخر عنهم الإنجاب اللهم بشرهم بذرية طيبة بشرهم بغلام أو بنت من عندك إنك على كل شيء قدير يا الله يا الله يا من هو عليك هين يا الله يا الله يا من تقول للشيء كن فيكون يا الله يا الله اللهم عجل يا رحمن يا رحيم لعبادك المؤمنين إنهم يدعونك كما دعاك زكريا هناك دعا زكريا ربه هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم هب لكل زوج وزوجة ممن تعذرها من إنجاب اللهم هبهم من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم بشرهم وفرحهم بحمل قريب كما بشرت عبدك زكريا بعبدك يحيا اللهم عجل بالفرج كما عجلت لمريم ابنة عمران اللهم بحق قولك واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخدت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فاللهم يا رب العالمين يا من رزقت مريم عبدك عيسى ولم يمسسها بشر أسألك اللهم بحق مريم وبحق عيسى وبحق محمد صلى الله عليه وسلم أن ترزق كل زوج وزوجة ممن تعذر عليهم الإنجاب اللهم ارزقهم ذرية طيبة اللهم عجل لهم بالفرج اللهم عجل لهم بالفرج يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد اللهم يدى العرش العظيم يا قادرا على كل شيء أنت القادر وحدك وغيرك لا يقدر على شيء أنت تعلم ما في الأرحام أسألك اللهم يا رب العالمين أن تبشر كل زوج وزوجة ممن تعذر عليهم الإنجاب بشرهم بذرية صالحة اللهم أقر أعينهم بحمل عاجل غير آجل اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان اللهم يسر لهم الأمور وارزقهم ذرية طيبة وارزقهم يا رب العالمين ذرية كريمة واجعله يا رحمن يا رحيم سالما مكتملا ليس في خلقه زيادة ولا فيه نقصان اللهم يا رحمن يا رحيم أسألك بجودك وعظمتك وكرمك اللهم عجل بالفرج ربي لا تذرهم فردا وأنت خير الورثين ربي لا تذرهم فردا وأنت خير الورثين ربي هب لهم من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين عجل بالفرج نسألك اللهم بفضل الصلاة على مولانا رسول الله محمد بن عبد الله أن ترزقنا وإياهم المدد مدد مدد يا الله اللهم ارزقنا مددا من عندك يا الله لا نتوسل لأحد غيرك يا الله اللهم ارزقنا مدد مدد يا الله فضلا منك وإكراما اللهم من كان يحتاج إلى الدرية فارزقوا درية طيبة ومن كان يحتاج إلى الزواج فارزقوا يا رب من يؤنسوا وحشته اللهم من كان يحتاج إلى المال فاغنيه بفضلك عمن سواك ومن كان يحتاج إلى الصحة فارزقوا صحة وعافية ومن كان يحتاج لأي متاع من متاع الدنيا فارزقنا المدد مدد يا الله مدد مدد يا الله مدد مدد ببركة نبيك ورسولك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة